السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أسعد الله أوقاتكم أبنائي وبناتي بكل خير كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بأتم صحة وعافية معكم معلمتكم مناء صالح الغريب معلمة للمرحلة التأهيلية لطلابي وطالباتي الكبار وخرجي هذا العام بإذن الله طلاب الصف الثالث تأهيلي معي في مادة مهرات رقمية للفصل الدراسي الثالث فأهلا وسهلا بكم في درسنا أبنائي وبناتي تأثير التقنية على الحياة في البداية نذكر أنا وأنتم قوانين التعلم عبر قنوات عين التعليمية والتعليمات التي يجب عليكم الالتزام بها أولا أبنائي وبناتي علي أن أختر المكان المناسب للتعلم بعيدا عن الضجيج والتجمعات تقول لدي معرفة مسبقة بجدولي وأوقات التعلم المباشرة سواء كانت على منصة مدرستي أو معنا عبر قنوات عين التعليمية ثم بعد ذلك أستعد من خلال تجهيز كتابي وأدوات التي أحتاجها جميع ما يلزمني كتاب القلم تكون قريبة مني قبل بداية الدرس أستمع لمعلمتي بتركيز عند بدء الدرس وأكون حريصة على متابعة الدرس حتى انتهاء الوقت المخصصي لا أبنائي وبناتي نطلب منكم إيصال رسالتنا إلى أولياء أموركم فنحن نطلب منهم التواجد لأفترة البت وفي حال كنتم تشاهدون في المدرسة نطلب منهم تقديم الدعم والمساندة لكم لتطوير مهاراتكم الرقمية درسنا هو عن تأثير التقنية على الحياة الهدف العام أن يتعرف الطالب والطالبة على تأثير التقنية على الحياة أهداف التدريسية أولا أن يعرف الطالب والطالبة ما هي التقنية ثانيا أن يذكر الطالب والطالبة مزايا تأثير التقنية على الصحة أن يذكر الطالب والطالبة تأثير التقنية على التعليم رابعا أن يذكر الطالب والطالبة تأثير التقنية على الخدمات العامة إذن ننتقل أبنائي وبناتي إلى معرفة ماذا تعني كلمة تقنية لما أحكي أنه هذا الجهاز الذي نستخدمه له جهاز الاتصال هو عبارة عن تقنية نستخدمها جهاز الحاسب الآلي هذا جهاز تقنية جهاز قياس السكر هذا جهاز تقنية إذن البرامج نستخدمها تطبيقات منصة مدرستي هي عبارة عن تقنية إذن هذه كلها يوصل لي مفهوم التقنية تقنية كده بمفهوم بسيط كده تعتقدون ماذا تعني لما أنا أستخدم مثلا في التعليم عن بعد مثلا عندما تصبح الأجواء غير مناسبة للدراسة أو غير مناسبة للذهاب إلى المدرسة يصبح هناك التعلم ينتقل التعلم من التعلم الحضوري إلى التعليم عن بعد في هذه اللحظة ماذا خدمتني التقنية؟ أحسنتم أبنائي وبناتي قدمت لي خدمة أنه التعليم ما رح يتوقف بإذن الله أنه التعليم رح يكون عملية مستمرة ومتواصلة حتى بالرغم من وجود مثلا ظروف طقس لا تسمح بأنه أنا أذهب للمدرسة ممكن أنه المدرسة تكون موجودة عندي من خلال التعليم عن بعد ذلك نستطيع القول أن التقنية هي التي جعلت حياة الإنسان أسهل أسرع يعني أنا مني مضطرة مثلا لو أنا تعبان مثلا أو مريض وممكن أنا في الفترة أنا جالس في المستشفى فترة طويلة إذن ممكن أنا أحضر مع أصدقائي في الفصل من خلال التعلم عن بعد وأحضر الدروس وأحل الواجبات كما لو كنت بينهم إذن هذه الخدمة التي قدمتها لي التقنية سهلت علي بدل ما أنا أجلس وأتأخر عن أصدقائي فترة وتفوتني كثير من الدروس لا تقنية سهلت علي وقدمت لي خدمة جعلت حياتي أسهل جعلت حياتي أيضا ممكن أسرع من خلال مثلا استخدامنا التقنيات مثلا الطائرات مو خلت الوصول لنسافر من مدينة المدينة بشكل أسرع إذن هذه كل الخدمات قدمتها لي التقنية كما أنها وفرت لي الوقت والجهد في السابق كانوا إذا اضطروا للسفر ويجلسون أيام وشهور وممكن يصل الأمر إلى سنوات لذلك التقنية وفرت علينا هذا الوقت وفرت علينا هذا الجهد لذا وقدمت لي خدمات أنا كإنسان إذن هذا هو مفهوم التقنية أبنائي وبناتي بشكل عام يعني بشكل لامسنا نفهم منه بشكل بسيط أن هي خدمات تقدم الإنسان تجعل حياته أسرع تجعل حياته أسهل تقدم خدمات توفر له وقت وجهد هذه هي التقنية تدخل التقنية أبنائي وبناتي في كثير من شؤون حياتنا لو لاحظنا وتحقبنا في كل جوانب الحياة إذن جوانب كثيرة وفي عدة مجالات ذكرت أنا منها قبل قليل جانب من الجوانب اللي تدخل فيها التقنية ماذا قلنا؟ ممتازين تحدثنا عن التعليم أصبح الآن ممكن نستطيع مثلا حل واجباتنا من خلال التقنية أنه أتواصل مع معلمتي أرسل لها الواجب أرجع مشاهدة درسي من خلال قنوات عين باستخدام التقنية إذن ممكن أنا أدخل على اليوتيوب أشاهد دروس عين أو أدخل على منصة مدرستي إذا كان هناك شيء يصعب علي في هذا الدرس من خلال ماذا؟ تقنية إذن التقنية تحطي في جميع الجوانب طيب لو أردت أن أذهب مثلا إلى مثلا أسافر لم أستخدم التقنية إذن أنا ممكن أحجز تذكيرتي عن طريق التقنية إذن كل هذه تثبت لي أن التقنية تحيط فيه بجميع جوانب الحياة أبنائي وبناتي الآن سنتحدث عن أحد هذه الجوانب الجوانب ينامسنا وقريب مننا ألا وهو التقنية والصحة التقنية في المجالات الصحية نعرف أنها تساهم التقنية في المجالات الصحية من خلال ماذا أبنائي وبناتي؟ من خلال إجراء أبحاث طبية لاحظوا ماذا يستخدمون؟ يستخدمون المجهر ويجرون الأبحاث ويجرون التجارب من خلال التقنية إذن من خلال أدوات تقنية أيضا من خلال إجراء العمليات الدقيقة خليني نبسي مو شرط بس العمليات الدقيقة حتى الأشياء البسيطة لابد أن أحد منكم مثلا تعرض أحد أفراد أسرته أو أحد من أشخاص من حوله مثلا لكسر أو أقام أشعة لإسنانه إذن من خلال التقنية لاحظوا أنهم يلبسونك أشياء ويجبون جهاز ويشوفون الأشياء الداخلية جسمك الداخلي وأعظامك الداخلية من خلال ماذا؟ من خلال هلهم يحتاجون أنهم يشرحونك ويشوفون الداخل؟ من خلال التقنية استطاعوا معرفة مثلا إذا كان موجود فيك كسر إذا كان فيك تسوس في أسنانك من خلال الأشعة إذن تقنية فادتنا أيضا نقدر نقدم استشارات طبية هذه أنا جربتها بنفسي أبنائي وبناتي دون الذهاب إلى المستشفى كانت عندي هناك حالة وكان الموضوع يعني يحتاجني لأسأل الطبيب طريعتني أنا دخلت طبيق صحتي وأخذ موعد أفتراضي عن بعد وتواصلت مع الدكتور وشرحت الحالة الصحية اللي كانت للشخص المريض اللي لدي وأعطاني الإجراءات السلامة ووجهني أين أذهب وكيف أقيم الحالة قيمني الحالة مبدئيا وطلب مني بعد ذلك التوجه للطوارئ في أحد المستشفيات إذن فادتني التقنية يعني أنا كنت وكتهمني لكن ما كنت عارفة إذا كان الموضوع يستلزمني أنا أروح المستشفى أو كنت أجلس في البيت إذا كان أترك المريض ينتظر أنه حد مثلا أشوف إذا زاد الألم أم لا لذلك اتجهت إلى تطبيق صحتي وخذت موعد افتراضي واستفت جدا أبنائي ومعناتي من خلال هذه التقنية إذن استطاعت قلنا أخذ استشارة عن طريق الطبيب التي توفرها تطبيق صحتي كما يمكننا أيضا أخذ موعد في المستشفى من خلال تطبيق صحتي بخلال التقنية أنا ما أحتاج أني أنا أروح بنفسي أيضا التقنية في التعليم ساهمت كثير من التقنية الحديثة في تطوير التعليم عن طريق عدة أمور أولا أنه سهل أنه أقيم مجتمعات علمية سهل أني أنا أحضر برامج دورات تدريبية لابد أنكم حضرتم أحد هذه الدورات أو البرامج من خلال التعليم عن بعد من خلال المجتمعات المهنية التي تقام والدورات التي تقام عن بعد سهولة الحصول على التدريب أولا إذا أنا بغيت أحضر برنامج أو تدريب كان يطلب أني أنا أروح للمكان الذي قام فيه برنامج أو التدريب يطلب مني وجود مواصلات أما الآن أصبح عن طريق التقنية الموضوع سهل ممكن أن أحضر عن بعد في مكان الذي أنا موجود فيه أيضا وجود مكتبات إلكترونية أبنائي وبناتي مكتبات سهلت علي أن يحصل على الكتب على المعلومات حتى كتب المدرسية ممكن أن يحصل عليها من خلال موقع عين أبنائي وبناتي ألقى فيها الكتب والمقرارات الإلكترونية بكل سهولة أتصفح دروسي أشاهد الكتب أولا إذا أنا فقط كتابي أو نسيت الكتاب في المدرسة أضطر إلى الذهاب إلى أحد أصدقائي لتصوير الكتاب المدرسي الآن يمكنني أدخل منصة عين أو أدخل موقع عين الإترائي وأحمل كتابي المدرسي كاملا على الجهاز هذه الأشياء اللي فادتني في التعليم طبعا في أشياء كثيرة أحنا قاعدين نذكر من الأمثلة لا من سبيل الحصر أبنائي وبناتي التقني طيب والخدمات العامة ساهمت التقنية في سرعة الحصول على الخدمات هنا أي خدمات لابد أنكم جربتم تطبيق أبشر لاحظوا كيف فادكم تطبيق أبشر ممكنني أجدد جواز سفري ممكن أجدد هوية رقمية ممكن أعرف المركبات اللي أنا أملكها كذلك وفر خدمة أبشر خدمات حكومية سريعة أبنائي وبناتي جهة موثوقة توفر لي خدمات أنا كمواطن أستفيد منها وفرطي هذه الدولة نوعا من الرفاهية للمواطن وخدمتها وتوفير احتياجاتها من خلال منصة أو موقع أبشر الإلكتروني وموقع مجاني طيب نستعد لحل أنشطة الكتاب خذونا ناخذ نفس ونستعد لحل أنشطة كتابنا تعلمنا عن التقنية وقلنا أن هذه التقنية مفوادتنا في التعليم فادتنا في الصحة فادتنا حتى في الخدمات العامة لذلك يجب أن ماذا نراعي عند استخدامنا لهذه التقنية أنها أيضا من أجابياتها أنها مفيدة وأنها نستفيد منها في التعليم نستفيد منها في أخذ موعد مستشفى ممكن نستفيد منها في إجراء بعض الإجراءات الحكومية في الجهات الحكومية مثل إصدار هوية وطنية كل هذه من الإجابيات التي وفرت ليها التقنية نشاط رقم واحد يقول ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة من أمثلة استخدام التقنية في التعليم منصة مدرسة التعليمية ما رأيكم بهذه العبارة؟ عبارة صحيحة نعم إنها من أمثلة استخدام معدرتين من أمثلة استخدام التقنية في التعليم منصة مدرسة التعليمية إذن عبارة صحيحة يمكن الاستفادة من التقنية في إجراء العمليات الدقيقة العمليات الجراحية الدقيقة صحيح الخدمات العامة لا يمكن الاستفاد منها الاستفاد من التقنية فيها إذن ما رأيكم خطأ بالعكس حتى الخدمات العامة وقلنا مثال على ذلك موقع عبشر أقدر أصدر في هويتي أقدر أتابع فيها مثلا أصدر جواز سفري وما إلى ذلك إذن العبارة الأولى صحيحة العبارة الثالثة الثانية صحيحة العبارة الأخيرة خاطئة وصلت معكم إلى نهاية درسي أستودعكم الله والقاكم على خير هذه من إجابيات التقنية التي أنعم الله بها علينا لذلك وجب علينا أن نشكره ونحمده أبنائي ومناتي ألقاكم على خير معلمتكم منان صالح الغريب ترجمة نانسي قنقر